السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم لبنات ان شاء الله تكونوا كاما بصحة جيدة يا رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام فيديو جديد نهار جديد ان شاء الله هاد الفيديو كامل يلقاكم مهنين وبخير وعلى خير ان شاء الله كما تشوفو هنا يا رعاني حالة بالقش شديد وقلا عندي شحل ما درتش يعني الحديد بصحة القش نحيت كما يقولو ما زوج ماشينات ما طويتهمش اليوم الصباح نصد برك قلت نطوي كلش ونزيد نحدد كامل هاذاك القش اللي بقالي نرجعو لبلستو راكو تشوفو الشامبرة تعدراري راهي حالة هكا تشوفو برك البيرو هذا تشوفو شامبرة يعطيكم خبر بلي راهم واكوانس وراهم قاعدين في الدار معناتها يمسو يخربو يوسخو يديرو حالة في الدار وانا لغالب مانيش دايما معهو في الدار راني مازان يخداما مازان ما ديتش اه 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 بها الدار راهي له ليش ووفكم فيها كما نقولو خاستان شنابرة الصالون يعني راني اجوخ فيه ندير كل يوم نسجم نقين نغسل وكلش بصح شنابر اكا نرفد نرفد بصح ما نلحقش ندير كلش يوميا وكين قاعد هاكا في الدار نروح هاكا دوك شنابر هادو نفوت كامل عليهم اللي بسح الغبرة نرفد ننخبي ونرمي كين بزفعة فيس نرميهم وفالا هاكا شوية بشوية نفوت كامل على الدار وننحي كامل هاد الغمة كي ما راكوا تشوفو ودرت كامل شنابر ننسيت برك ما سورتلكم شنابر كي كملتهم كيفاش ولا وانقيين كما تشوفو ودرت الغبرة درت هاكا زجاج درت كلش كي ما قلتلكم ونقيت الحالة وزيدهم بعد كي كاملت فحفحت الدنيا بمعطر الملابس لي هو نشد معطر الملابس هادك ليجي حبيبات هاكا صغار نديرهم في قرعات البخاخ هاكدك نحط عليهم الماء هما يذوبوا في الماء وننرش كامل هاكا المطارح نرش القش نرش الفتيات نرش كي ما شفتوني كنت نحدد في القش ونطبق في القش هادك تاني نرش هم باش تقعد هذيك الريحة نضافة فيهم ما شاء الله تقعد واحدة الريحة ما نقول لكمش سيوها ولا عندكم هاد الحبيبات تع معطر الملابس ولا ما عندكمش هادو ديروا معطر سائل ما عليش ديروا بوشونة ولا زوج في قرعات هاكا صغيرة وكم لا عمروها بالماء وانتو ما شفتو هاكما الخزانة هادوك نحلها باش تتهوى بينسوا نخليها هاكا محلولة ونزل التاني نرش كامل هاكا القش هاكده شتوني يعني درت مليح الخزانة اليوم نحيت كامل القش مساحت هذوك 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 القجرات كامل مساحتهم رجعت هذوك القش سجمتو راتطويتو كي ما يلزم شوفوا فغيمو سجمتوهم مليح وحطيتهم مساحت الغبرة قاد لي هادوك كي ما نفوت نشف حاش يكون في بركة وكنتكملت كامل شنابر هادي الخدمة هادي تدي الوقت يعني صح بصح تعطيك واحدة الراحة ما شاء الله كي تكملي هاكا وتخرج وعم بلوسة هنا دوك احنا معنش بزاف سخانة تخلك واحدة البرودة في الطيقة هاكذا كي تحلي كلش وريح تنقى وريح كي ما يقولوا كل حاجة طيبة ما شاء الله والا دوك كي تكملي من عفصة تروح يديري عفصة واحدة اخرى وحنا رايحين ندير وان شاء الله لحشا وقلت نشاركي معاكم هاكا مقتطفات كنت بديت ندير لحشا وحدي ومبات فكرت بلي بديت تصوار صباح قلت خليني نتصوار لكم ندير لكم هاكا كافكار باش انتو ما تديني تاني افكار على بلكم ديفان حير واش نطيبوا اللحشة واش نطيبوا اللغضة خاصة وقت العطلها كي يكونوا كي مليمين في الدارة الغضاء وعشان معناتها لازم كي ما يقولوا تحبري واش تطيب اللغضة واش تحبري طيب اللحشة على بيها الواحد احيان يتلف قلت هاكا نشاركي معاكم تديني انتو ما تاني افكار هنا في الرحاية تاعي في الاشواق تاعي درت حب بصل حب فلفل حمرة ارحيتهم ونديرهم هنا في الطنجرة تاعي شوية زيت زيتون ونزيد عليهم هاداك الفلفل مع البصل نقليهم المليح ونزيد عليهم امباد البرغل اللي قصت بيها كاس تاع البرغل وخصلتو خليتو يقتر ونضيفو في هاد المرحلة مع اللول باش نقليوهم المليح هاداك مع هاداك البصل والفلفل يعني انا الفلفل مليح بزاك تكديروها مع البرغل لانه يعطيلو بنا خيالية انا جربت البرغل كي ما نديرش الفلفل هاكي الحمر يجي ميجيش ماشي مليح ولا يجي مليح بسح البنا مخالفة بهاد الفلفل الحمر يعطيه اللون ويعطيها البنا كي ما يقولو بزاك شبه وبنينا بعد ما نقليهم هاكدا نخليهم على النار تكون هادية ونقلي ما نضيفوش ابدا في هاد المرحلة نديرو برك التوابل انا بالنسبة للتوابل اللي نديرهم نديرو هنا شوية فلفل اه حمر ملح وفلفل كحل تقدو تزيدو يعني فلفل الحمر يكون حار ولا حبيتو تديرو شوية تانيت اكي ما يعطيلو بنا اكثر واكتر ولا ننسيو كي ما قلتلكم هنا ياتا نحمسو مليح هاد البرغل شفتو ديجي تضاعف شوية الحجم احنا ما زل ما دلنا الوش كامل الماء انا دو كيش تو تحمس مليح لازم دو كنخليها يطيب نضيف عليهم زوج كيسان تاع الماء بما اني كيلت كيس كاس عفوان تاع البرغل ودو كنقلي عليه زوج كيلات تاع الماء باش هكا نعطي له وقت ويطيب ونقص كامل لنا ونغطيه ونخلي واحد حوالي عشرين دقيقة يكون خمستاش حتى العشرين دقيقة يكون طيب معاكم ما شاء الله فهاد المرح هادو كما نمسوش كامل هنغطي ونخليه من جهة واحده يطيب بغرضه بغرضه اهنا باش نرافق ذاك البرغل و تشكتوك اللي درت هامل هيك درت هنا شوية كفتا ولكفتا هذيك اضفت عليها شوية بصل وفلفل الحمار اللي خليته شفته رحيت كمية درت كمية في البرغل وخليت شوية برك باش نديرو هنا في الكفتا ويعطي له بنا تاني بزاف هيلة اه بالنسبة للتوابل درت ملح فلفل كحل شوية عكري ونزيدو هنا احشاب اللي حبيتو هانا درت هادوما تقدرو ديرو معذنوس ولا كسبر ديرو انتوما ما حبيتو انا نسيت ما صفتش الكمون انا نحب ندير شوية كمون في الكفتا يعطيله بنا هيلة هيلة هادا التدبيره تعلمتها على اختي تحية لها من هنا اختي رادية كانت الشكفة تدير الكفتا تدير الكمون داخل ويجي واحد البنا هيلة هيلة ومن هادك وليت ندير تاني الكمون هاكا في الكفتا قلت تبدل هاذاك الذوق وتعطيله بنا مخالفة يعني على المعتد اللي نديرو بها الكفتا انا حبيت نديرهم بهذا الشكل على شكل اهواد تعشيوة كما يديروهم الاتراك والمشارقة ندرتوهم بهذا الشكل هدايا نشدو برك العودة تعنا تعشيوة نحكمو لحم تعنا نعبزو عليها كده باش يحكم هاذاك الحم وخلاص نحطوهم في السينية نديروهم في الفوق انتو مولا حبيتو تشويوهم في مقلاء ولا طاجين ولا كما يقولوا باربكيو تاني يجيو بزاف هايلين اللي صنصية انتو مكت تشكلوهم بهذا الشكل عبزو مره عليهم باش يشد معكم مع العود هاداك هذا ما كان ونحطوهم انا نحطوهم في الفوق باش يطيبوا بغرضهم نحطوهم حتى يطيبوا ليسون سيشعلو كما يقولوا درجة حرارة تكون عالية شوية باش يطيبوا بالخف ما يجيكم شناش فيه انا بعد ما طفيت على البرغلتاعي شوفوا يجي على الحبة ما يجيش كامل معجن ما يجيش ملبس كامل يجي هاك كاب بنين وهايل انا نخليها كنوح ندير لكم معاكم هذي كتشكتوكا لوريتها لكم مقبيل بالنسبة للتشكتوكا ولا حبيتوا تعودوا تديروا كيما هاد تشكتوكا جدت واحد البنة فيها هايلة كان عندي كمية على البصل حوالي ثلاث حبات على البصل قطعتهم هاكا جوانح دعتهم شوية زيت زيتون مع زوج حبات تماطم مع القرعة القرعة وش ديت ثلاث حبات على القرعة درتهم في الفوق شويتهم يعني تقدروا تشويهم ولا تقليهم كيما حبيتوا انا شويتهم في الفوق و بعد كي شويتهم كامل لأضفتهم هنا على تشكتوكا تعي وحتيتهم هاكا في المقلة خليتهم يطيبوا بغرضهم نقص للنار حليتهم حوالي نص ساعة وهي طيبة غرضها ضوكي طيب كلش نجي نضيف عليها البيض وبنسبة التوابل التشكتوكا تقدروا تديروا غير ملح وفلفل كحل ولا تقدروا شوية تزيدوا شوية العكري وكيما حبيتوا التوابل وتقدروا تخليوها غير بالملح وفلفل كحل تاني جيبنينا بعد ما نخليوكوشي طيبها كي يكون لعشاتنا واجد يعني حاجة خفيفة ضريفة وما نكسروش بزا فرسنا على بالكم ديفوات تلفلنا ونا قلت والله نصور لكم هاد الفيديو باش تديروا انتوما أفكار بلك كيما يقولون نعاونكم فيها هنا باش نزيد هاكا شوية صلاطة حاجة منعشة حاجة هاكا تنحي على القلب كانش كنت شريت هادو ما المدزغلة بغطة هادية دي يعني تتاكل بزاف بنينا هاكدا غير بانا ما كانش عندي صلاطة تعالي ورقة تعالى لغوكات يعني تندسوا بصلاطة سوا بطماطم هكا كان عندي طماطم قسمت غير حبة هكدا ونحطها في الوسط ونزينها كيما حبيت وتتاكل بالصحة ولهنا نزينها غير بهذي كلاسوس بيستو اللي تتباع ببغط ومنفذ زياجتها بلوزي وفوة تتباع انا نحب ندلها هاكا شفية برق بيستو شفية هذي كلاسوس بلزاميك تكون تقيلة لها كخيم بلزاميك وتكون صلاطة تعالى واجدا ما شاء الله وبنينا خاصة ففال على البنات ان شاء الله تديتوا افكار معانا لعشة تعاليوم وان شاء الله كما اقولوا الفيديو جاكم خفيف ضريف على قلوبكم وما تنسونيش بالجام وكمانتير ونرحب بزاف 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 كل المشتركين راهم يدخلوا عندي في القناة ونقول لكم مرحبا بكم القناة قناتكم وان شاء الله تلقوا حاجة تعجبكم في القناة ونكون دائما في المستوى وان شاء الله كما قلت لكم بلا ما ننسى ثاني نشكر بزاف الناس اللي راهم يتعلق لي وتساندني لكم بجاميع لكم بحب كل محلوة هكا ربي حلية ماتكم ان شاء الله نقول لكم نتلقى في فيديوها جاية ان شاء الله وبينسعوا لعدكم اقتراحات واش نحط لكم في القناة تقولوا لي كباش نقدر نعرف واش حبيته ونقول لكم طهلا بزاف في رواحكم طهلا بزاف في الناس اللي عزز عليكم ونحن نتلقى في فيديوها جاية ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة